ما في إنسان يحفظ لك القانون كله وبجميع فروعة مدني تجاري إداري جزائي ما يسير ما يسير بس أبيك تكون فاهم أنا ملقى على عادقي وظيفة أو مهمة معينة دوري أفهمها عشان أعرف أسويها لأن نحن عندنا القاعدة شو تقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب إذا ما حبيت أنا هذا الشي عمرك ما رح تبدع إذا بتحط حق نفسك حاجز أو بتحط حق نفسك إن أنا والله هذا دوري أو هذا حدودي عمرك ما رح تتطور عمرك لا تحط حق نفسك حد لا علمياً لا مهنياً لا تدريبياً لا أمام المحاكم ما في كبير هذه الكلمة أنا أقولها جدام الكل هذه المهنة ما فيها كبير لا تقول هذا قبل بعشرين سنة هذه المهنة تجاب لها تجاب لك تحط راسك وتنام ما تجاب لك اتفقنا المهنة هذه ما فيها كبير مع احترامي حق شخصكم الكريم اللي قاعد تحته اللي قاعد فوق نفس المرحلة ولكن كل اللي يشد علىه أزرة أنت بيدك تخلي نفسك واقف وتقول مو معنات أن أنا حين متفضل أعوذوا بالله فضلوا منتي على نفسي وأنت بيدك تظل طول عمرك مستمع من خلال شنو من خلال وظيفة العمل الملقاة اليوم اللي أنا داش عليها المجبل عليها نحن اليوم مجبلين على محاكم مجبلين على أحوال شخصية مجبلين على قضايا إجراءات إدارية موظفين احتكاك صح ولا أنا غلطا الثوب اللي فيك اللي أنا طالب بمدرسة أنا خلصت المدرسة انتقلت معهد خلصت المعهد أنا بدش هذا ننزعه خلاص أنت اليوم روح يلجأ لك شخص الشخص هذا لو لاقي بنفسه القدرة ما يلجأ لك ليش أنت قانوني هذا اللي ميزك عن غيرك فأهو لأن ما عنده القدرة القانونية شرح يسوي رح يلجحك شخصك الكريم دورك تواعيه وتفهمه شلي لا شلي عليه عدوا لأنا غلطان فأنا ليش أريد أن أركز على هذه الشغلة قبل أدش الموضوع اللي يريدكم أنا حين بنزل أشوفه الموضوع اللي يريدكم يمكن ترى ما يأخذ منه خمس دقائق لأن الموضوع مدراسة الموضوع فهم إذا أقدر أفهمه أنا بخمس عشر دقائق عايا الآن أنور لأن أنا صيدي بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد عشر سنين من زمالتكم اللي أتشرف فيها إن أواجه واحد فيكم محكم يقول لي بيض الله ويقلت لي هالشغلة علمتني آها أو فهمتني آها مو دور إن أنا اليوم والله يقولكم شو تسوون ما تسوون لا لا هذا كل شي مع الخبرة مع الممارسة الله يرحمه إذا بني نفتح الكراسة ما بأقيدكم فيها أنا قاعد أقول لكم إحنا اليوم محاضرتنا أو السبب الرئيسي حق وجودي جدام شخصكم الكريم وهو موضوع يعني توضيح بعد ما أنا بنقول توضيح أنتو الحمد لله كلكم قانونيين وكلكم تعرفون شن العمل المنوط فيكم قبل لا أدش حق مرحلة الكراسة ولا أدش حق المرحلة حق الأمور وتشكيل محكمة الأسرة والأمور هذه فيه شغلة أنا قلتها على السبيل على قولتهم المرور إذا ما تقتنع أنت شنو عمرك حياتك ما راح تبدع يعني أنا قبل لا أدش جمعية المحامين هذه الأمور على قولتهم برى النقاط كنت أداوم بالإدارة العامة للتحقيقات كان ضابط اتصال بين وزارة الداخلية والعدل وشوي شوي لقيت نفسي ماسك جنح الكويت كلها من مخفر ويصيب ليس سالم تعلمت شوف أنا قاعد أكلمكم تقانونيين قاعد أكلمكم داخل نطاق الجزائي إدارة عامة التحقيقات ضابط اتصال بين الوزارتين جنح الكويت كافة قم تمثل للدعاء العام بتجديد الحبس تعرفون تجديد الحبس كلكم قبل كان بالرقعي بسبب أمور أمنية حولوها حق القصرة نطاقي شنو نطاقي الجزائي عدول أنا غلطان ستجاب يعني هذه حدود شغلي إذا قعدت بمكاني رح أصير أنا وأعوذ بله من كلمتانة جواد جزائي ولكن الإنسان لازم يتطور ليش نعطيكم على قولاتهم الأشياء التي تستفيدون منها أكثر من الورق إحنا ببلد التخصص انعدم إحنا ببلد التخصص انعدم إذا حاط طبالك شختي الكريمة أو حاط طبالك أخي الكريمة إنك أنت تقعد على تخصص معين انتهى الوضع ليش اليوم لو تلاحظون أكثر مجموعاتنا القانونية متركزة على جميع فروع القانون حانتم صريحين أكثر ما رح تتي تمسك أكبر بنك بلو كويت لأن محاميهم معروف منه جم إيكي عندنا واحد محامية معروف جم بنك عندنا معروف منه محامينهم فإذن أنت اليوم تشتغل على أساس الفروع القانون كلها إداري تجاري أحوال قلت لكم أحوال مع أن أنا كنت مركز على الجزائي أو شي ليش نزعت ثوب الجزائي من نزعت أن أنا ما عارف فيه لا عارف فيه واشتغلت فيه ليه حين اليوم هذا ممكن ستجاب تهدري أنا ليه اليوم هذا أمارسة وبعشرين عشرين حصلت على جازة أفضل مترافع بوطن العربي إذن كنتم متابعين الأخباط بس طبيعة العمل هنا بالكويت تخليك فعلا تسلط الضوء على كل مكان خلصنا من الجزائي مارسنا الأحوال خذت دبلوم عالي بالقانون الإداري خذت ماجستير قانون عام ليش؟ لأن إذا قعدت بمكانك بمكان واحد أصحاب حاجة هذا الشيء هم من اللي رح يلجؤوا لك بس أما خارج النطاق ما رح يقولك لأن نكون بشفافية مجالس الكبار أو مجالس الإدارات واحدة مثنتين يا تطقها بحكم يا تكون ولدهم أكون صريحة أنا مسؤول عن كلامي صح ولا لا واحدة مثنتين ولا أنا أستجاب فما رح إيه والله يقول مثلا هذا الإنسان توه مجتهد وتوه بادي مشوار القانوني أنت تسوي نفسك لا تخلي غيرك يقولك شي تسوي ما تسوي أنت وقناعتك أنت أنت إختي They ترسمين ملامحات القانونية أنت اللي رح تقعدين بمجالس حريم وراح يسئلونك والحريب ما رح يسألونك عن أعضاء مجلس الإدارة بيسألونك مثلا نحوها شخصية موظفة بتسألش عن قانون الإداري عدوا أنا غلطان نفس الطريقة حق الشباب بتقعدون بدواوين ما عليك كامير يا فلون اسمك الكريم والنعم والله بيعقوب ترى الأهل صار عندهم تذي تذي شنو رايك إذا ما أبدأت برايك وما أقنعت اللي حواليك اللي حواليك ما رح يقدونوا يبولك النطاق ما للمجتمع أجين إذا ما أقنعتك فيني ما رح تقدر تقنع غيري إنه ييني صح ولا أنا غلطان فإحنا اليوم نطاقنا بليش داخل الأحوال الشخصية عندنا فروع القانون متوزعين على الزمل الأفاضل وكلهم بخير وبركة إن شاء الله أنا ما أبدأش على أحد فيهم ولكن أبدأش لكم على موضوع الأحوال الشخصية اللي إحنا اليوم وبصداها الأحوال الشخصية هذي شون صارت متبدت وين وصلنا وعلى أي أساس اشتغلنا فيها وين يعني على قولاتهم احنا حين وين يعني بالموقع الحين على حسب اللي داير بالعمل المعمو في داخل المحاكم قبل 2015 كانت دوائر الأحوال الشخصية متوزع داخل المحاكم اللي عنده سابقة و اللي عنده خبرة ولا سامع من أحد ولا شلي إنه مثلا يدري محكمة الرقعي فيها دور أحوال شخصية محكمة القصر فيها دور أحوال شخصية هذول كلهم انتهوا ليش لأنه صدر قانون قانون محكمة الأسرة اللي هو رغم 12 إلى 2015 شنو موضوعه هذا منه بتكره على أي أساس يا أنا هذا القانون عساس أنا بيكن يعني تشبعون معلومات أو تأخذونها على على قولاتهم إن تتركز براسك هذا القانون معمول فيه أصلا بمصر فهو مو حديث هو معمول فيه أصلا بمصر ولما نقل غياء بمصر تم تطبيقه هنا عندنا بالكويت سيد جابر قاعد تأخذ صدمات مني تم الغاء بمصر ولكن تم العمل فيه داخل الكويت شنو الغرض منه الغرض منه هذا القانون إنه إحنا اليوم مدام إحنا داخل منطاق محكمة وموضوع أحوال شخصية أبو أم أطفال لا تدخل المحكمة مع واحد متكلبتش مع واحد جزائي بايق يعني هذه الفكرة مننا فشنو كان موضوع موضوع أنه يتم إنشاء محكمة أسرة في كل محافظة كم محافظة عندنا بالكويت بكل محافظة يتم إنشاء محكمة أسرة تختص في جميع النزاعات التي تكون داخل الأسرة وداخل نطاقها هذه الفكرة الأساسية من محكمة الأسرة طلعت من عندي واجهتك بره قلت لي أستاذ جواد قانون الأسرة شنو أنا ما رح أقول لك أحفظ لي قانون الأسرة هي محكمة مختصة في نظر جميع النزاعات التي تكون بين الأزواج أو الأبناء وتختص في المهر والنفقات والأجور والرؤية والوقف لا لا هذه المحكمة يعني خلنا ناخذها عملي أكثر منه بحولي يدل جبال نادي القادسية على إيده يسار هذه محكمة أسرة ما لها شغل بمحكمة حولي القديمة اللي عند المهلب فهذه اسمها محكمة أسرة صباح السالم محكمة أسرة مبارك الكبير موجودة بصباح السالم إذا تمرون على الشارع هذا رح تلقونها وراء أيوة صوب العماير حطوا حق المحافظة هذه المحكمة تختص الأمور يعني الأسرية ضافوا عليها دائرة رح أقول لك إياها بعد شوي أساسها خليك تفطن يعني شنو موضوع محكمة الأسرة أو شنو الأحوال الشخصية وعلى أي أساس فكانت الفكرة من البداية أن القانون أحوال الشخصية المعمول فيه بالسابق جميع المحاكم ولكن تم تطبيق قانون محكمة الأسرة علشان أن ننزع مشاكل الأسرة من المحكمة العادية ومواجهتها لباجي الأمور ونحطها بمكان مخصص بالضبط الخصوصية هذه مع الممارسة اكتشفنا أنها فيها سلبيات وعلي يعني يعني جمعية المحامية مجلس الإدارة مشكور أكثر من مرة مثلا نحطوا ملاحظاتهم أنه مثلا في سوء بهالمحكمة هذه أو أنه المحكمة هذه فيها مثلا لأنه صد إحنا قاعد نمارس ونشوف إحنا قاعد نندش محاكم الأسرة اللي داشتها بينفقتها بس الشرعية تطلع من سبة اللي شافتها تبي طلاق هي ممكن واحدة سبحان الله داش بينها وبين رأيلها إبليس وترى على فكرة أعظم عمل يقوم في إبليس تفرق بين الأزواج يعني عاميا يقول لك أكثر من الأب آليسيون حق المسلك شنو سويت يقول لك خليتها يسرق خليتها يفعل خليتها يعني يقذب وانت شنو سويت يقول فرقت بين زوجة وزوجها يقول لك فيثني عليه فمن أحب الأعمال عندهم شنو واشيص وهذا الشي دارج عندنا بالكوت اللي بدش كان نزاحها أصلا نفقة شهرية بسبة اللي شافتها وصعدة ونزلة وروحة ووقع وسوى وحطة وقودع وما تم الإعلان وتحضر الجلسة وثاني جلسة ما تحضر تنشط فشنو يتولد عندها ما ما راح تقول والله إحليلة ما بهذلني ما مستحيل راح تقول راح أسوي فيه مثل ما سوى فيني عدول أنا غلطان فنحن لحين المشاكل داخل محكمة الأسرة قعطيكم ياها على عجالة أبي أركز على شيء واحد إذا تسمحوا لي أنا حسبة أخوكم الله يزيد فضلك يا رب أنا مو همي إنكم تفهمون لأحوال الشخصية أكون صريح أنا مو جواد حسين يعني مو اليوم مفرض أن أنا فهمكم موضوع شي اسمه الحواة الشخصية داخل محاكم أنا اللي همني بعد إذن يعني الهيئة المختصة اللي همني إنك فعلا تحب اللي أنت قاعد تسوي حب اللي أنت قاعد تسوي يعني أسول فياكم بأريحية وأقول لكم الأسئلة اللي تطرب بال كل واحد فيكم وجاوبة عادي تسمحون لحد يقول لي لا في واحد منكم فكر للحفة أنا ليش قاعد أسوي تشري أنا ما رح أصير محامي لأن أنا ما رح أروح ترافع ولا أنا غلطان مصداقية يعني ما رح أصير محامي ما رح الدشة ترافع صح ولا لا صح ولا لا خلنا أخذها مقياس بسيط عساس أن أنا أخذكم شوية تفهموا أنا شنو غزدي اليوم أنا موكل محامي ناجح عددنا ما شاء الله وصل الجمعية ثمانتالاف تعرفون ثمانتالاف اسم محامي أنا يمكن ما أحد فيكم يعرفني إلا يوم قرأ اسمي عددنا غلطان تبدع تجتهد تشتغل الناس يتعرفك استاذ جابر كم مكتب محامي شغال على سمعة اللي معاه مو سمعته هو اللي شايلين المكتب شيء كم مكتب تعرف استاذ جابر وايد ليش أحلم مني وأقول لك شو اسمك شيخنا والنعم السادة عبد الرحمن والمستشار فلان لفلاني تبتسانس مستشار صح ولا لا زن شنو الفرق بينك وبينه انت قانوني وهو قانوني وين وجه الامتياز بينك وبينه سنوات خبرة فقط لا غير سنوات خبرة فقط لا غير عمرك شفت انت مستشار بمكتب يترافع بمحكمة عمرك شفت واحد واقف سعدة الرئيس اعضاء الهيئة الموقرة نتشرب بمثول امام عدالتكم ليحقاق الحق وانتم اهل الحق بالمصدر حماية عمركم شفت ما في فالموضوع خبرة وكون شخصيت القانونية فهذه النقطة شخصيتك القانونية رح تفرض تقول استاذ يوسف قانوني ناجح ولا استاذ يوسف اختار انه يلجأ احد الوزارات ويتقى راتب معين مقداره شهري لو تضرب بسنة يعني الباحث قانوني بأي وزارة رح يكون الرتم ما لتهم تقريبا 850 900 950 صح فاذا حسبناها مبدئيا على هذا الرتم انت بتشتغل سنة كام لا استاذ جابر اذا راتبك 900 اذا احنا متكلم عن السنة رح يطلع 10800 صح ولا أنا غلطا حاضر 7.5 طالع ثنتين لا رب مو معنات ان الوظيفة الحكومية سيئة لا ولكن ليش انا ادخل نفسي من الحين استاذ يوسف ع الشباب ليش اخليك تشوف نفسك من الحين ليه تتقاعد هذي حالتك وفي حان او في حين انك انت تقدر تبدع ليش تقدر تبدع لان انت داخل النطاق القانوني تتسلسل ما حد فينا قاعد من نوم ولقى نفسك يحضر الدكتور وقعد ولا استاذك صح ولا لا ما اجتهت ما تعبت على نفسك ما ضحيت ما سويت مو انت اللي سويت اسمك انت اللي يعني الله سبحانه وتعالى من زواعي حصد فاتعب اسعى يا عبدي وانا اسعى معك ولكن ما يصيران ايه قاعد بمكاني فحسبة بسيطة اذا تجي انا حق احدى الوزارات كراتب ثابت تسعمية اذا احنا بنسوله بالسنة عشرة الاف وثمانية خلاصنا ازين شنو شنو اللي قاعد تقول لنا احنا فاهمين في حين انك انت باحث قانوني او معقب قضائي او قانوني مختص في مكتب المحامات تتقاضى راتب من دعم العمالة وتتقاضى راتب من مكتب المحامات اهوى اهوى الراتب صاح صاعد شوي نازل شوي نفسه ولكن اذا قدرت انت تقنع لي حواليك بشخصيتك القانونية اي مشكلة انا باتشل عندي اي اقول اختي ما عليك امر اش رايش بالموضوع الفلاني ازين معتش امر اختي انا عسس انه في مانع عدبي او حرج ابخلي اختي تتواصل وياش عشان تفهمينها فانت ان فهمتها اختي الكريمة ويبتيها انت المكتب وعلمتها شل لها شلي عليها اذا انت دخلت داخل النطاق المعترك القانوني فانت خليتي حق نفسك بونس اللي هو معدوم اصلا بالوزارات وين داخل المكتب اذا انت سويت حق نفسك الكيان القانوني اذا انت ما شفت بنفسك او انت ما شفت بنفسك ان انت الاستاذ فلان لفلاني لا تتعب على نفسك من الحين انا اقول لك لا تتعب على نفسك انت تقول انا فلان لفلاني مو عن جهة ولا كبر ولكن جهد اجتهاد تعب اخذ معلومه من هنا اخذ معلومه من هنا مو معنات ان انا ايه قعد جدام استاذ جابر و استاذ حمود معنات لا اذا يعرفون اكثر مني مالا شغل استاذ جابر عنده معلومات قانونية ملكة قانونية فذة عندي معلومة يفقدها فأحمى دورنا نكمل بعض عدو لا لا استاذ حمود المدير عند لا خليها ايه يا شديد ايه مو شخصانية ايه تعب هو اجتهد اتعب و اجتهد و اقارن اقارن مو عشان اصير افضل مننا عشان استفيد مننا عشان يعني اكون نياب نفس الدرجة يعني ما اقول والله هو وين انا وين لا ما فيها هو وين انا وين والدليل على كلامي لما نحن دشينا المحامات الساد جابر الساد حمود تذكرون كنا نقعد ما نعارو شي صح او لا مكان يقولون اللي تدرسون شي ولي شو تسأوون شي ثاني صح او لا كلنا ندش ما نعارو شي ولكن تعلمنا خطوة بخطوة 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 لقائنا نفسنا لنحن لما ندش المكان يدون كبرياء ولا شي نهزة يعارفون قيمة الشخص اللي داش هذي من ناحية لما اي حق موظف مختص و اي اقول له ما عليك امر ابيك تسلمني صيغة تنفيذية هذا اول درجة ما اعطي صيغة تنفيذية اذا قلت له شكرا حط عليك علامة كل ما تتيله اعطاك فتوة ولكن ان قلت له لو سمحت بيني وبيني كان القانون محكمة الاحوال الشخصية تصدر القوانين او تصدر الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل حط صغتك باعلن كل ما تدش لها لا استاذ حمود حياك انت حرشني ما رطافت ما رح اخليك للمرة ثانية تسوي شي فافهم اللي انت بتشتغله افهم وجودك القانوني لا تقلل من شأنك لا تقلل من قدرك اعرف انت وين داش وحسن الاختيار النصيحة هم اللي بقولها انا شوفوا ليحن ما داشت هذا رح اخلي واحد فيكم بس يقول لي نقطة واحدة وراح اشرح لكم يا بخمز دقائي لانها واضحة ما تحتاج اي يعني مو فيز يسار ولكن انا ابي حسن الاختيار قبل حسن الاختيار يسبقها الثقة بالنفس انا اليوم اجبلت على هذه المرحلة انا بيدي ان اروح اسجل بالديوان واقعد حالي حالي خلق الله على ما يوصل دوري واتعين بحد الوزارات واشوف نفسي بعد 25 سنة ريوق يومي واللي عليها ريوق مثلا اليوم منشلت ومايت صح ولا لا روتين طبيعي 25 سنة انا رح اقعد هذا وضعي لانك لحته بتسلسل وان بتسلسل في حين انك انت التحقت بالقطاع الخاص مصنع الرجال انا مو قاعد اقولكم شي عشان احببكم ولا عشان وانا والله دشيت واندبس لا لا انا ليه اليوم هذا قاعد احفر بيديو بريولي عدولي غلطان سالح موت افتر باليوم ثلاث محاكم اربع محاكم والله عن راحة ليش لانا ليه احنا قاعد اصنع نفسي ما فيها كبير هالمهنة المهنة هذي ما فيها كبير لا ييك احد يقول لك انا فلان لفلاني على نفسك على عيني وراسي انت الدكتور لفلاني دليل انك حاصل على درجة علمية ولكن مو الدليل انك انت واضحة تحتاجت اوضح واضحة عدولي انا غلطان فانا اليوم اقول لك انت اقتنع باللي انت قاعد تسوي عشان انا فعلا احين كحسبة بسيطة قالها لنا اخونا ابو يوسف اذا انا دشيت موظف حكومي ايه بس هذا راتب ثابت ازانا هكي حتى الدعم العمال لا راتب ثابت ازانا لاش هني ينقطع احني ما ينقطع هني تجديد اذن عمل وشنا مجلس الادارة شغالين عليه عشان يلغونا يعني الموضوع واحد اذا اذا انا دشيت مكتب وتعرفت من خلال على موكلين والموكلين قاموا يراجعوني او قاموا يعتمدون علي في بعض الامور سواء احوال شخصية جزائي اداري مدني تجاري فمعنات ان انا باتش رح افتحك نفسي باب رزق ضربة وحدة بالمحامات تخليك تنتقل نقلة نوعية عدسة جابر عدسة الحمود اللي هي مو موظف عام يعني يجري يشتغل بتجارة ايه كل ترى تستجارين يجري تحفها الاسم هذا موضوع موضوع فان ليش لانه رح يوصلوا مرحلة انه فعلا احنا اكثر المحامين خلنكون على قولتهم مصداقية احنا زملاء انا بعد ما ما في ايه اصاروا مننا وفينا من انثبت القواعد الرئيسية كمجموعة قانونية ما تطلعون على المشاريع الخارجية صح ولا انا غلط ليش لان انا ثبت قاعتي انا عرفت ان قاعتي ثابتة اهني انتقل حق الاشياء الثانية الخارجية تفضل سيد جابر عندك راس مال جهدك ثقافتك هذولا راس مال ليش انا اعطيك مثال بسيط سيد جابر انا حسبة اخوكو صغير اتعلم منك انا يضحق واحد عنده مشروع تجاري غض النظر عن اي شي استاذ حمود صاحب علاقات وصاحب معارف وعنده ادوات اللي يقدر يشتغل فيها هذا النطاق ايا اقول له استاذ حمود شارك لي يقول انا ما عندي فلس اشارك لك النص بالنص يقول له شون يقول لي عليك المال وعلي الجهد صح ولا لا بدون فلوسك ما تقدر تشتغل الشغل باستاذ حمود وبدون جهد استاذ حمود ما يقدر تشتغل بفلوسك عدو لا لا فاذا نحن اليوم قاعد نتكلم عن شخص او تكوين قانوني ما انا بنقول قيد الانشاء مدام قعدتوا هني انتوا اساتذة اللي يقول لك انت مو استاذ بعدين اقولك استاذ يوسف انت استاذ مدام انك دشيت جمعية المحامين واستضافوك وعطوك المحاضرات وعطوك الدورات اذا انت تدشت المحكمة انت استاذ استاذ مو انك انت تقول حق الناس انا استاذ لا فعايلك تقول ان انت استاذ فهمك يقول انك انت استاذ جهدك بحثك شغلك اهو اللي يقول انك انت استاذ انت اللي تخلي حق الناس يعني لو بيقرر شخصين كريما منكم ناس تلجح حق شخص وما تروح حق شخص تاني ليش معنا نفس الدرجة العلمية ولكن هذا اجتهد هذا اشتغل هذا كافح هذا ظهر بالسوشال ميديا انت اليوم عندكم سلاح يمكن معارفين قيمته قبل استاذ حمود استاذ جابل تذكرون ناس اشتهد عشرين سنة عشان اليوم احنا نعرف اسمهم وفي ناس بسنة ونص بسنة ونص السلاح ذو حدين السوشال ميديا يخليك ترند صح ولا لا اطيقوا ياك فعندك انت اليوم اشياء وايدة تساعدك مو مثل غيرك النطاق البحث اللي انا اليوم قاعد اقولكم عنا النطاق القانوني اليوم ابيكم تدشوله فعلا اهو الموضوع راتب ثابت اهو الموضوع تقدر تطور نفسك اهو الموضوع انت اليوم تكيفت مع وضعك القانوني عرفت شلي لك شلي عليك انت باتش تقول والله انا بكمل كمل شنو في عندنا مانع انك انت تكمل ما عندنا مانع فيه مانع قانوني انك انت تكمل رخوات وياي انا ادري انكم وياي بس قلولي فيه مانع قانوني ان احنا نكمل ما في حتى اليوم الوظيفة العامة اللي كانوا يقولوا عدم جواز الجمع بين الوظيفة والتعليم قاعد تصدر احكام من محكمة التمييز ها احكام فردية مو جمعية حق الكل ايه ولكن هذا الشرط خلاص قاعد ينلغي صح ولا لا فاحنا اليوم ما رح نينوقف نفسنا على مرحلة معينة نقول والله انا هذا حدودي لا والله مو هذه حدودي لانه هي خطوة بخطوة انا والله ما كانت هذه حدودي انا قاعد اطمح وسجلت وصار اللي صار حاشنا عافور سجلت بمصر دكتورة وده شي اتخطت بحث واعتمدها الدكتورة عساس اني باباشر من ثلاثين ستة عشرين بعد ما شفته ولا ادري اصار اصلا ولا ادري كرنيه بس قاعد يجددون وانا ما عندي خبر فيه فاذا اليوم احنا شنو نقع نقول نقع نقول ان احنا اليوم ما انا بنوقف حق اعتبا معينة ونقول هذه حدودنا وصلت الفكرة الرئيسية من اللي انا بوصلة حق وظيفتكم المستقبلية رسم ملامحكم القانونية من خلال اللجوء الى جمعية المحامين والهيئة المشتركة شكرا اختي الكريمة كنت ناطر صاللي ساعي ابي فاليوم ما رحني نوقف ونحط حق نفسنا حدود معينة وصلت المعلومة انت تقول انا فلان الفلاني وهو يقول انا فلان الفلاني على العلم والله ترى شوف عيني قسمهم بالله العلي العظيم في ناس والله ما عندها اللي صنص الغانوني بالمحاكم قسمهم بالله كثرة الاستشارات عنده ومدخوله شهري لو اسولف لك شم والله تضحك والله تضحك ليش كون عقيدته فهم تخصص بشي معين ما حرم نفسه من تخصصات ثانية صار مرجع لان انت على فكرة انا ما ديش دوانية عرفهم ربعي يا لابو يوسف قلت على السريح عادي هديش عند دوانية ما عرفهم الاستاذ المحامي جواد حسين حياك الله فهو شنو يشوفك مكتبة قانونية متنقلة بسردك سرد اسألة حبال انك انت يا الى الممر وياك ما باقول لك افتي على الناس انك انت تعرف كل شي لا بالعكس ولكن في طريقة افضل من انك انت تقول ما عرف انا ما اقعد لانا ما احب محاضر بسي قاعد انا مودر متعود انا ودي انزل لهم بس ما اقدر مقيديني ايه مقيديني مقيديني اعوذ بالله من شيطان الرجيم الفكرة ارجع بس حق النقطة الاساسية اللي بيكم انتو فعلا تعرفونه وبعدين ابقل شوياكم بالاوراق اللي بيتكم حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب انا باتشر دشيت محكمة لقيت واحدة من خواتي الكريمات قلت سيذكرها اجتهدت عبت على نفسها دشت بمكتب التحقت بمكتب صح الى تركزون على كلامي بالبداية الاختيار الصحيح مو طعن في باتش المكاتب ولكن مو كل الناس على درجة واحدة السمترسن جوم بس وين اللي تلمع عدوا لانا غلطة فانت في مكتب الدشلة يضيف لك وفي مكتب يخليك نفس ما انت تب اتطور من نفسك ما يعطيك احكام تميز ديك تب اتطور من نفسك ممنوع تفتح ملف خصوصية لا ما على شغل انا قانوني داشت المكتب اي ملف بالمكتب لي حق ان انا افتحه اي ملف داخل المكتب لي حق ان انا اشوف نزاعه شنو على اي اساس كونت عقيدتك وكتبت صحيفة الدعوة على اي اساس كونت عقيدتك وحطيتي دفوعت الجنائية على اي اساس بالقانون الاداري بحثتي وعرفتي ان مدة التظلم اذا ما تطور من نفسك راح تضل طول عمرك المطلوب منك شنو المطلوب مني ان انا ادش باليوم لفلاني ااخذ الملف واروح اسوي وحتى ما يعارف هذا الشي يسير او ما يسير نرجح اق المثال اللي قلناه قبله شوي شنو لو سمحت صيغة تنفيذية يقولك لا هذا حكم اول درجة ما عنا قانونه مفروض يعطيك صيغة تنفيذية مشمول بالنفاذ المعجل ما يعرف الاجراءة بس شنو اللي يساعد على هالشي الشخص اللي واقف جباله هما معارف فاحنا اليوم نبي نطور من نفسنا المهنة هذه ما فيها كبير هذه الكلمة اخذوها من اخوكم الكلمة هذه بين عيونكم المهنة هذه ما فيها كبير تتعلم تسوي نفسك تجتهد تجابل تروح وترد تشتغل تعرف مع الخبرة اليوم طاح تحديدك يعني موضوع او دعوة نفقات باتل من تيك موضوع نفقات على طول المخوين رح يروح على الملف اللي فات الملف اللي فات شنو كان فيه اخطاء اصلح لاخطاء اللي انا وقعت فيها عدو ولا لا تحديدك موضوع ثاني ملف ثاني فانت شوي 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 قضية على قضية رح تلقى نفسك شنو مختص خلاص فاهم هي ليش لان هو ترى هو الموضوع مو فيزي هو الموضوع بلا مو مارسة حرولة المحامي شنو ساذة حمود مراجعة القوانين انا حفظت القانون كله وقعدت ببيتنا خلاص راحت راحت اما اني امارسها رح تلقى نفسي شنو لا رح تلقى نفسي ذو ملكة قانونية يخشى من وجودي الغير في ناس تحسب حسابي اذا دشيت عندهم انا ادري اني طاق هذا الرجل اذا دشيت عنده اليوم وكلمت بصلب اختصاصه راح يقول لي واقف عدل واقف عدل وسولف جبيلك يدري انت شنو صح ولا لا ولكن انا اليوم هذي النقطة الاساسية اللي ابيكم اليوم انتو كلكم تحبونها اللي ايه هي حب ما تعمل حتى تعمل ما تحبه وهذه المهنة ايه اللي راح تسوي اسمك مع احترام حق كل شخص كريم فيكم اليوم البحث عن حق الانا حق الذات حق مكفول للجميع ما يصير اقول والله انا هذي درجة العلمية وستوب ما فيها استوب كلنا كنا فيها وانتقلنا حق اللي وراها واللي وراها واللي وراها طبيعي ولكن الخطأ وين الخطأ ان انا اوقف بمكاني لا هذا اكبر غلط انا امتلك نسبة تشغيل ستين سبعين بالمية مع وجود العنصر الكويتي داخل اي مجموعة قانونية يوصل الانتاجية امية بالمية واتحدى فيها الكل نعطي امثلة خل محاميك راجعني ليش لان ما يدري اللي جدامه منه لكن باتش انت تعلق باتشتك وعرف استاذ يوسف منه وعرف شنو خارج النطاق او نطاقة شنو بالشغل فانت جيتها بالعمل بدل ما انا انزل اربع محاكم خمس محاكم اسوي اجراءات اعتمد استاذ يوسف باتشر ساحب الصيقة التنفيذية ومودعها بقسم الاعلان وتمم الاعلان اذا انا علي كتاب تكليف بالحضور وباشر الاجراءات ليش لانه تحت ايدي ركيزة اساسية في انتاجية العمل اذا خليت النطاق على ما اهوى عليه انا موظف مكتب يعني اعطي مثال وانتقل موظف مكتب رأي مكتب ضبطني قالي لا تداوم مو عشرين سنة تسعين سنة انت هذا مكانك عدو لا انا غلطان صح ولا لا فانا اليوم الركيزة الاساسية بس اللي وصلت لكم ياها حق شخصكم الكريم اتمنى لكم كل توفيق يا رب وزمالتكم اتشرب فيها انتو اليوم دشيتوا بيتنا هذا البيت العود هذا اوكي فاذن اول درجة جعفري وسني هذه معلومات لازم انتو تعرفونها واحد يا قاعد يمك بالدوانية قالك يا طيب موضع واحد اثنين ثلاثة شرايك تبدي برايك واحد اثنين ثلاثة اقنع اللي حولك عشان يبولك اللي حولهم لانا ما يصير انا اقعد بمكاني واقول حق الناس اثقوا فيني عمرها ما تصير فاول درجة تكون جعفري وسني والاستيناف بديهي سني وجعفري خلصنا النقطة اللي وراها قلنا شنو نطاق اختصاص المحاكم احنا قلنا مو قلنا للمحكمة الاسرة حق جميع افراد العائلة شنو اللي يصير بين افراد العائلة في واحد فيه مقيم الثاني والله انت هالسنة ما عاشر تني ما ما يصير فاذا نطاقهم شنو احوال شخصية مهر مؤخر نفقة نفقة عدة متعة رؤية صح ولا لا فاذا اختصاصها هذه القضايا النقطة اللي وراها شنو نيابة الاحوال الشخصية صح نيابة الاحوال الشخصية احنا حنا قلنا ان حق التمييز حق مكفول للنائب العام فقط انتوا متابون دراسة انا قعم شو ياكم دراسة قبل شو بالفهم كان زي صح كان افضل افضل ليش والله وانا اخوك اسمع مني جاب لنا الاوراق عيوننا راحت ولكن اكتشفنا انه بعد ما مارسنا هالخبرة تركز خلاص بديه افهم عرف هدري شلي لي شلي علي اوصل حق هالمرحلة هذي محكمة التمييز او سعر عفوا نيابة التمييز موجودة داخل محكمة الاسرة يعني مثال بسيط شنو مثلا يكون دورها مثلا دورها في قضية دعوة وصاية يقاضي يأخذون وصاية على فيطلب رأي النيابة فهذا احد الادوار المنوط فيها حق التمييز حق النائب العام تتقدم فيه نيابة الاسرة هذا سبب وجودها داخل محكمة الاسرة النقطة اللي وراها ادارة تسوية النزاعات ادارة تسوية النزاعات شنو الغرض منها الغرض منها ان اهمة حطوا فيها باحثين اجتماعيين ونفسيين على اساس ان يحلون اي نزاع بين طرفين مقبلين على الطلق شنو المدة القانون اللي عطاهم القانون عطاهم القانون 15 يوم ولكن بالتراضي تمتد هذه الـ 15 يوم الى 60 يوم بموافقة الطرفين نفرض ان ما تمت الموافقة خلال 15 يوم اي واحد يروح ياخذ الكتاب تعذر الصلح بين الطرفين ما زالوا موجودين ما زالوا موجودين هذول اهم موجودين بالرقعي بالسرداب تحت بصليب خاتب المبنى اللي عنده الحضانة هذا دورهم الباحثين الاجتماعيين هذا دورهم اذا بتعذر الصلح بين الطرفين يعطونك كتاب موجبة ترفع دعواك لان اذا يانا واحد من برة مو قانوني مو مختص يتلى اخت ولا اخو قال ارفع لي قضية صحيفة دعوة طلاق للضرر حط ابدا الاسباب ورفاحة وانت مغمض كون القانون يفاهم تاخذ رض تكفى من يقولي ليش اذا انتم مستوعبين ها حيين وياي ما اسمع كفوا والله عبد الرحمن لعدم اتباع المسلك القانون الذي رسمه القانون رض الدعوة صاحي الريال شوف انا حي ليش قاعد اميز راح اشوفكم بالمحاكم راح اعرفكم واحد واحد ليش اخو يا عبد الرحمن ما اتبعت المسلك الذي رسمه القانون فبالتالي دعوتك تاخذ مآلها شنو الرض فاذا انا حين شنو استشف من معنى كلام بو يوسف او استاذ جواد انا ببداية قلت لكون اخوكم بو يوسف ما اكلمش بالاسم شنو استشف من معنى كلام بو سيد جواد ان مو كل شي اخذ صحيفة وارفع فيه اجراءات قانونية يعني حتى اذا بنطلع الحين شوية خارج نطاق الاحوال الشخصية عندنا مثلا الانذار قبل المطالبة فيه اجراءات قانونية لازم انت تسويها الاستشارات بموافقة الطرفين اعطيتش مثل بسيط قدمنا احنا معاملة اليوم التسلو على سين فلان زوجتك اليوم احضرت وتبي تطلق عندك الموعد الاسبوع الياي تخلف عن الاسبوع هذا الاسبوع الي عقبة انا قاعد كلمتك على اسبوعين خمستعش يوم متى يتمدد ثلاثين خمسة واربعين حد اقصى ستين بعد ما يرضون الطرفين بالضب اذا رضوا الطرفين بالتراضينة تمتد لستين يوم ما عندهم مشكلة الاستشارات ولكن اذا تخلف احد فيهم يجب عليهم تسليم الكتاب خلال خمستعش يوم هذا موجودة بالاستشارات الاسرية يمشون على اساسه لانهم شنو اهم ما يبتكرون شي من عندهم اهم دورهم يطبقون القانون مثل ما احنا اليوم داشين المحاكم نطبق القانون احد فينا قاعد ياخذ احكام لا قاعد اطبق القانون قاعد اكسب احكام ايه خلال خمستعش يوم او ستين يوم بالتراضي شنو الحين اختي الكريمة تمام مسمى القضية طلاق ولا نفقات وحضانة لا اول شيء لا فقط لا مشغل استشارات اطلاق للضرع اطلاق للضرع لابد اتباع المسلك القانوني الذي رسمه القانون معاي عبد الرحمة بس انا بركز عليك اختي الكريمة اتفضل اختي السؤال السؤال يفتح عليكم جبهة احوال شخصية ولكن مقيد ابو اكت ولا والله بدع لكم اختي الكريمة مثل ما انا ما ارضى على اخواتي يقولون اسامي وانتي حسب اختي تقول بس المرة تروح الاستشارات الاسرية ترفع دعوة طلاق للضرع طلعوا اللي فيكم دام فيكم مواد قانونية طلعوها ليش خلاص انتوا ببيتكم انتوا بجمعية المحامين طلعوا اللي عندكم طلعوا بداعاتكم على فكرة ترى مو شرط انا علق باجة يعني انا والله افقه بالقانون كسرة الحاجز الجليدي اللي بيني وبينكم يعطيك الجرء ان تقعدين جدام مجتمع باكملة ثقفينهم قانونيا لانه هو شنو اول واجب حق المحامي نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع اذا انت عندك حال انجه هالوقت انا انتهى ايه ايه ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة اذا هما سابوني ثقة وين اخت الكريمة اللي قلتي لي احنا داخل نطاق محكمة الاسرة تلجأ المرأة للاستشارات الاسرية عشان تاخذ منهم كتاب تعذر الصلح بموجبة ترفع دعوة صح هذا ينطبق على الجعفري فقط ولكن بس ان يحق للاثنين ما سمعتوا احكام تطليق المدعية او المدعى عليها طلقة اولى بائنا للضرر واسترداد ما قبضته من مهر سمعتوا عنها الاحكام هذه صح زوج اللي رافع فالزوج بالسني يرفع طلاق للضرر بالجعفري ما عنده طلاق للضرر متضرر طلق مهر خذت انشالتني طلق ما في بالضبط ما تبي طلق في امتيازات اختهني في امتيازات اختهني انا بالحوال شخصية قاعد وياس ثلاث سنية اخته سولك ما عندي مشكلة بس قيدوني بوقت اقولك انا بالحوال شخصية ما عندي اي مشكلة بس انا اشقع اقولك الجعفري الجعفري يتحقق المهر مجرد العقد والدخول انتهى لو شنو كانت كيفك مزينة ما بيتلفر اي شيء طلقها بالسني ارفع حقك موجود ترفع دعوة طلاق للضرر ولك حق مو بس يعني تجردها من كافة حقوقها الشرعية وتسترد ما قبضته من مهر حتى مهرها يرجع بعد عشر سنين اختي ما لم يكن محدد بمدة زمنية محددة يعني المؤخر بعد خمس سنوات صح ما يستطيع ايها باشر حتى هي على ذمة ابي المؤخر تعطيني اياه لا لا ما لم يكن محدد بمدة زمنية السؤال اللي من يتوب بيصل سريع في احد قال شيء لا اللي قالت ترددت المهم وصلنا حق ويني ساد جابر ده الشيء نحوها شخصية استنزفوني هنا انزين ويني وصلنا حق التنفيذ نقطة اساسية والدور المنوط في شخصكم الكريم العبرة باستصدار احكام نهائية ولا العبرة بتنفيذها تنفيذها عفي عليك شن الفائدة انك استصدارت حكم نهائي وانت مو قادر تنفه شن الفائدة وانت مو قادر تحكم اصلا ولا شنك رحت اول جلسة واجل للطلاع ولا اجل للإعلام بالإرشاد ولا قدم الدفاع ولا إحالة ولا ولا شو ولكن العبرة بالتنفيذ التنفيذ اكثر مكاتب الكويت مدى انجازها كم 60-70% من الانجازات القانونية بوجودكم يكتمل 100% لان العمل المنوط فيني عمل التنفيذ لان من غيري ما في فايدة حق حكمك ما في فايدة استاذ جابر استصدر حكم نهائي بتطليق المدعية وتجريدها من كافة حقوقها الشرعية والتزامها باسترداد ما قبضته من المهر شون بتنفه اذا ما يكون تحتيدك عنصر انجاز ماكو فايدة وهذا التنفيذ هو اللي علمنا المحاكم سنين انا بمحكمة الرقعية ما كنت محامي شكرا جابر ادري تعلمت بالمحاكم ان العبرة مو بس داخل الدائرة او داخل الجلسة من برا اوكي وقت بريككم انا ما بي اطول عليكم ولكن عشان اكون اخذ ختمت بس المادة العلمية المطلوبة مدني وكون ان شاء الله وصلت لكم ياها بالقدر الكافي والله قدرني عليها عندنا تطبيقات مثال الاب يرفض ان يستخرج جواز سفر لابنه ويرفض تسجيل ابناء المدرسة بالحكمية شنو الحل بنفس هذه انت اليوم مفروض ان محكمة التنفيذ او ان دار التنفيذ عندك خلاص انت شاربها كل اللي عليك تقدم امر على عريضة من بعد حصولك على حكم نهائي او حكم مصيغ بصيغة التنفيذية باثبات الحضانة متروح ترفع دعوة ترفع دعوة المثل الاول شيء لقلنا شنو تاخذ رض لعدم اتباع المسك القانوني فهذا الاوامر على عرائض اللي هي تسير داخل الاوامر على العرائض بس الشيء بالشيء يذكر قاضي وهو نفسه قاضي الكلية ولكن بدون حضور قبل بداية الجلسة يتم عليه العرائض عرضها رفض قبول رفض قبول عندي معلومات واحد بس وقت ما يكفي الرفض القبول اذا انت خذيت قبول وخلال ثلاثين يوم ما طلعت الصيغة التنفيذية واعلنت يعتبر كأن لم يكن راح لك المعلومات هذه موجودة عندكم صح بس مقايدين ابوك جمعين تماما النقطة الاخيرة بس واحنا ذاكرينها الزوجة ترغب بالطلاق الزوج يرفض تطليقها الدفع بعدم قبول الدعوة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون أخو يعد الرحمن معاي لأن اللجوء للمنازعات الأسرية شرط وجوب تحققه قبل رفع دعوة الطلاق يعني قبل لا تروح ترفع دعوة الطلاق لابد انك انت تتبع المسلك الذي رسمه القانون من خلال اللجوء للاستشارات الأسرية واستصدار كتاب تعذر الصلح بين الطرفين وترفع دعوتك وصلت هذه مادتكم خلصناها بعشر دقائق وإن شاء الله إن شاء الله بدنا للواحد أحد أني كفيت ووفيت وقدرت أوصل لكم المعلومة ببساطة ومفهمية أكثر